قصة جمعت بين عظمته سبحانه وتعالى ورحمته فأما عظمته فكانت بقدرته على جعل العاقر إمرأة ولودا وأما عن رحمته فهي رحمته التي نزلت على زكريا واستجابة دعائه وتوصلاته له سبحانه وتعالى قصة بدايتها تبعث الأمل والفرح وعدم اليأس من رحمة الله وأن رحمته فوق كل مستحيل ونهاية محزنة تعصر القلب حزنا من أفعال بني إسرائيل المروعة بالأنبياء أنبياء قتلوا ظلما وبهتنا على أيدي قومهم ولكن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم بطريقة لم يتوقعها أحد قصص لم نسمع عنها الكثير وتفاصيل بقيت مغيبة عنها والآن سنسرد لكم أدقة تفاصيل في قصة نبي الله زكريا وابنه يحيى القصة حصلت في الحقبة الأخيرة من بني إسرائيل لنبي من أنبياء الله اللي الله بعذهم عشان هداية بني إسرائيل يعني الله سبحانه وتعالى حكمته إنه ما يعذب أمة إلا لما يبعث فيهم رسول منهم ويتكلم بلسانهم عشان لا يكونوا عندهم حجة وما القيامة فكان هذا النبي هو زكريا عليه السلام ويرجع نسبه اليهوذة بن يعقوب اللي هو واحد من أخوان يوسف عليه السلام اللي قال لا تقتلوا يوسف وحفص لكم دور هذا يهوذة في حلقة خاصة ليوسف عليه السلام في القريبة العاجلة حنزلكم بإذن الله في يوم من الأيام زكريا هو في المعبد الخاص فيه تذكر كرامات الله لمريم عليه السلام لما كان يجي بيديها أكل ولا شراب في بيت المقدس اتفاجأ أنه عندها أكل كثير كان يكون عندها أكل الشتاء في الصيف وأكل الصيف في الشتاء وكانت تعبد الله حق عبادته وكانت تخدم بيت المقدس اختصها الله بكرامات عظيمة جدا فلما كان زكريا يسألها يا مريم أنها لك هذا أنت ميفين تجيب هذا الأكل وهذا الشرب ميفين تجيب هذا الخرق العظيم اللي عندك كانت تقول له هذا من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسن هنا تذكر زكريا هذه الكرامات اللي اختصها الله عز وجل مريم فصار نفسه في ولد لأنه كان كبير في السن وشعره مليان بياض ولحيته كلها بيضة فكان ينتظر الذرية سنين ورسنين ورسنين لكن ربنا ما أراد وما رزقه بالذرية الصالحة وقال أنه كان وقته عمره 95-98 حاجة مية وشوية يعني مرة كان كبير في السن فكان يستنى الذرية سنين ورسنين وزوجته كان تعاقر يعني عقيم ما تنجب ما تخلف أطفال فرفع يده وهنا لما ترفع يدك لا شكوى إلا لله سبحانه وتعالى أنت نقلت ملف قضيتك من قاضي الأرض إلى قاضي السماء وكلت أمرك لله عز وجل ما راح لزوجته صفقها ولا طلقها ولا أهانها ولا تنمر عليها ولا حملها مسؤولية رزقهم أنه ربي ما كتب لها خلفة لا ولا راح للدجالين والسحرة ما سوى ولا أي حاجة من هذه الأشياء اللي اليوم بتصير في زماننا مو في الكل إلا من رحمة ربي جلس رفع يده للسماء وصار يدعو الله عز وجل بالخفاء ما حداري عنه صار يدعو بكل تذلل لله عز وجل يشتكي حاله ربه فقال ربه يا رب يا رب أنا صرت كبير في السن واشتعل الرأس بالشيب وما في أمر دعايته لك يا رب إلا أنت استجبت الدعا فيا رب أطلب منك ترزقني الولد ليش يرزق الولد؟ عشان يرث النبوة والحكمة كما ورث أجداده من آل يعقوب من قبله مو عشان غالط دنيا وي مو عشان أتباه فيه قدام الخلق والناس أنه أنا أهو عندي ولد صوت أبو فلان لا ما دعا الله بجاه ولا بمال ولا بمنصب ولا بشباب ولا بقوة دعا الله أنه يرزقه بولد عشان يكمل من بعده الدعوة لعبادة الله عز وجل في لأ من الليالي وزكريا في المعبد يعني يدعي الله عز وجل بولد صالح ويتعبد يسبح الله عز وجل فجأة تنزل عليه الملائكة يقول له يا زكريا يا زكريا هو كان في المحراب سامع أحد ينادي يا زكريا إنا نبشرك باستجابة دعائك الله استجاب دعائك وبيجيك ولد الله عز وجل سمالك وسمال يحيا ولم يجعل له من قبل سمية يعني ما في ولا مخلوق على وجه الأرض قبل ولدك كان اسمه يحيا الله سماله من فوق سبع سماوات استغرب زكريا قال كيف يبشرني بولد وأنا رجال كبير في السن وامراتي عاقر ما تنجب قال الملائكة يا زكريا ربك يقول لك كل هذا عليه سهل ولا يعجزه أبدا إذا أنت خلقك من العدم وما كنت شيء أصلا فكيف يعجزه أنه يرزقك بولد من حرمتك اللي ما تلد وإن الله يبشرك إنه ابنك الذي أسماه الله بيحيا بيكون نبيا وصالحا سيدا وبيكون له أمان من كيد الشيطان يوم ولادته ومن فتنة القبر بعد مماته وأمان له لما يبعث حيا من الفزع الأكبر حتى النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه وقال كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيا بن زكية طبعا هنا فرح زكريا أن الله استجاب دعاءه أخيرا بيصير عنده ولد بعد سنوات من الحرمان ولا وكمان ولد صالح ونبي وفيه مميزات وكرمات وبتنساق على يده معجزات ما صارت للي قبله ورب العالمين بجلاله وقدره سمى يقال أنه سوب التسمية أن الله سبحانه أحيا من عقر أمه فهنا من فرح زكريا دعا ربنا مرة ثانية قال يا رب أجعل لي آية أو علامة تدلني على قرب وصول هذا الولد يعني يا رب أنا أبغى أطمم بسرعة ما أبغى أكون من يعارف متى بيجي لا أبغى أعرف متى يجي يا رب أدني علامة بقرب وصول هذا الولد فقال لله سبحانه وتعالى آيتك وعلامتك يا زكريا أنك لن تستطيع الكلام لثلاثة أيام وأنك بصير تأشر لقومك تتكلم مع قومك بالإشارة ما أنه خلاص وقف على الكلام لا هو ما هيقدر يتكلم أصلا ما هيقدر ينطق وهتتكلم مع قومك بالإشارة مرة الأيام بفعل جاء اليوم المنتظر اللي صحي فيه النبي الله زكريا من نومه وهو مو قادر ينطق ولا بكلمة واحدة ولا بحرف واحد كانت من عادة لما يصحب يجلس في المحراب للعبادة يدعي الناس فيه لعبادة الله عز وجل هذه المرة لما رح للمحراب لقى قومه فقعد أشرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة بعد كده استبشر زكريا بالعلامات وصار مستعد للبشرة السارة من الله عز وجل فحملت زوجة زكريا وبدأ يجيها حلم يتكرر معها فجت لأختها مريم اللي كانت حامل بعيسى عليه السلام لأن أم يحيى زوجة زكريا هي تصير أخت مريم عليه السلام يعني يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام أبناء خالها فجت أم يحيى لمريم عليه السلام قالت لها إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك فقال قرطبي روي أنها أحست بجنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم فهذا معناته أن يحيى عليه السلام أول من آمن بعيسى وصدقه أنه كلمة الله ونبي لأن عيسى انخلق بكلمة كن فهذا سجود تشريف ما هو سجود عبادة زي لما شاف يوسف عليه السلام الشمس والقمر يسجدوله ولما جاء أهله بعدين عنده في مصر سجدوله كمان للملائكة لما سجدوا الآدم هذا كل سجود كان سجود تشريف ما هو عبادة لكن اليوم أتحرم سجود التشريف نهائيا ولا نسجد إلا لله عز وجل فقط لغير فكان يحيى أكبر من عيسى بستة شهر وبعد عنامنا الانتظار وضعت نبي من أنبياء الله واللي حيكون سيد في قومه واللي زادت تشريفه أنه نبي وأبوه نبي وخالته مريم العذراء وابن خالته نبي وهو عيسى عليه السلام عتربى يحيى عليه السلام صبيت أبوه زكريا نشأة صالحة تربى على الإيمان على الطاعة غير قومه فكان الناس يستغربوا كيف صبي صغير يؤتى هذه الحكمة والعلم كله اللي ماعطاه الله البشر قبله في يمن الأيام كذا كان جالس في الحارة نادوا الأطفال وكان صغير كلهم كانوا صغار فقالوا له يا يحيى يا ابن زكريا فالتفت عليهم كذا قال لهم نعم قالوا له شراك نذهب سويا ننله ونلعب شراك تجي معهم نلعب ونطقط كذا ونروح نتمشى ونسولف فرد عليهم قال لهم ما للعب يخلقنا عشان كذا قال الله تعالى عنه وآتيناه الحكمة صبية كان كل ما يكبر يحيى عليه السلام في السن يزداد وجهه نور يمتلئ قلبه بالحكمة والعلم وتزيد رحمته وبرف أبوه أمه كان عليه السلام يتجول بالغابات ويمشي فيها فيشوف الأشجار والطبيعة والأنهار وكن معاه أكله بس ما يأكل أكله فين كان يود يأكله كان يعطيه الطير والحيوانات يطعم الطيور والحيوانات بأكله هو يش رح يأكل لما يجوه كان يروح يأكل ورقة الشجر ويشرب من موية النهر كان عليه السلام يجلس قدام النهر بعد ما يشبع منه ويشرب منه ويبكي من خشية الله عز وجل كان يقعد في الجبال والحقول فيقعد فيها بالشهور يتعبد الله ويبكي بين يدي الله عز وجل ويصلي ومن كثر انشغاله بعبادة الله كان إذا داخل عليه حيوان مفترس أو ذئب في الغابة أو في أي مكان هو فيه كان ما يلتفت كده ويخاف ويقوم يجري ولا يسوي لا 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 هو زي ما هو يحيى عليه السلام جالس خاشع لله بني يدي الله عز وجل الذئب هذا والحيوان مفترس كان أول ما يشوف يحيى يروح ياخد طريق ثاني في يوم من الأيام افتقدوا أهله فين راح يحيى يا يحيى يا يحيى وين راع يا جماعة دوروا عليه فين راح يحيى وصاروا يدوروا عليه لمدة ثلاثة أيام ما لقولوا أي أثر وبعد بحث لمدة ثلاثة أيام لقوا أمه وأبوه جالس في حفرة ويبكي فيها فاستغرب أبوه وقال له يا يحيى يش تسوي هنا ويش عندك يش جالس هنا يش تسوي يش تبكي أساسا فالتفت يحيى على أبوه قال له يا أبي ألم تخبرني أن ما بين الجنة والنار مفازا لا يقطعها إلا البكاؤون فقال له زكري إيو ربي أنا قلت لك الكلام هذا فقال له يحيى فإني يا أبي أبكي لكي أقطع هذه المفازا فعرفوا القوم أنه يحيى كان من أكثرهم زهدا فكان ما يأكل إلا من لحاء الشجر ولا يشرب إلا من موية النهر وأغلب وقته يجلس يتأمل خلق الله وبعدها يصلي ويتعبد يروح لقومه وكل كلامه كان عظة وعبرة وبكاء عاش زكريه وولدوا حياتهم في الدعوة وأنهم كانوا ينصحوا قومهم ويرشدوهم ولا تتبعوا الكفار ولا تتبعوا من يعرفه ولا تعبدوا إلا الله لكن بني إسرائيل تاريخهم أسود في قتل الأنبياء طبعا هنا في روايتين مختلفة عن مقتل يحيى عليه السلام والله أعلم إيش الأصح فيهم الرواية الأولى تقول أنه يحيى كان خير أهل زمانه وأجملهم فكان جميل جدا فكانت أوصافه أنه حسن الوجه والصورة لين الجناح قصير الأصابع طويل الأنف مقرون الحاجبين رقيق الصوت كثير العبادة قوي الجسم وقوي في طاعة الله عز وجل وهذا الأوصاف ذكرها كعب الأحبار وهذا كعب الأحبار عالم من علماء اليهود في اليمن عاش في الجاهلية والإسلام طبعا أسلم في الأخير وكثير من الصحابة أخذوا من أخباره عن الإسرائيليات لأنه النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإذا كانت هذه الأخبار ما تصادم القرآن ما تصادم نص شرعي فعدي أنها تنقال وتتنقل طب نرجع لموضوعنا كان يحيى عليه السلام جميل جدا وما عنده حاجة للنساء أبدا رغم أنه كان قادر وكان من شدة غضل البصر وامتناعا الأجنبيات أحجبت فيها عشيقة ملك إسرائيل وكانت بغية يعني زانية فجأت له تطلب قالت له كيتو 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 قال لا أعوذ بالله من إشترى رجيم اذهبي لن ولن 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 خسي وتعقبي طبعا لهو لما تعوذ بالله منها عصم الله من فتنتها فامتنع عنها فهي هنا لما امتنع عنها صممت إلا تقتله لأنه أحرجها وردها مع أنه ما أحد من القوم كان يردها أبدا لأنه كانت أي واحد تلخبط معه بس تأشره زكي تلخبط معه بس هذا الوحيد اللي قال لها استوب أعوذ بالله منك ومن مجاوبك سري فكان لهم عيد يجتمعوا فيه كل سنة فطلع عليهم الملك وكان معجب فعشيقته هذه بس ما كان راضي يتزوجها لأنه هو ملك فأنا كيف أتزوج عشيقتي طبعا لا أنا أخبص معها بس لكن أتزوجها لا فراحت له هي لابسة أحسن ما عندها من الملابس والزينة عشان تغري تغري الملك فقال لها أسأليني اللي تبغي وتم دحان تحت أمرك فقالت له أبغى دم يحيا طبعا الملك هنا خاف من طلبها لأنه يعرف أنه يحيا نبي من أنبياء الله عز وجل فقال لها يا بنت الناس إيش بأمك أنت يهجدي إحنا قلنا لك أطلب اللي تبغي تمني بس ما قلنا ندخينا في هروج وجهنم وحرب وذا لا لا ندخينا في هروج الدم أطلب طلبات عادي زي الناس أسألي يا الله أديك فرصة مرة ثانية أسألي حاجة ثانية يلا أنا بنفذ لك فهنا هي استفزته قالت له أنا ما عندي طلب ثاني فإذا أنت ما تقدر فأذكرك أنه من سنة الملوك أنه إذا وعد ما يخلف وإنت وعدت أنك تعطيني طلبي من أول مرة فهنا استسلم الملك لكلامها وقال له هو لك أمر الملك واحد من جنوده أنه يراقب يحيا عليه السلام يشوف الفرصة المناسبة ويقطع راسه فصار هذا الجند يبحث عن يحيا ولما لقاه في المحراب صلي فطلع السيف من غمده وقطع راس زكريا في المحراب وأخذ دمه وجمعه في صينية كذا كبيرة وأرح أهدالي الملك الملك هنا انبسط ونادى عشيقته هذه قال له تعالي يا توالعشيقة الملعونة تعالي شوفي شيء هذا خلاص نفذت لك طلبك عشان تشوف راسه يحيا فهذاك اليوم في المساء خسف الله عز وجل في الملك وأهل بيته وقصره وحاشيته كلهم فهنا بني إسرائيل الجاهلين ايش قالوا قالوا قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا يعني إله ملك زكريا غضب لزكريا كيف إحنا ما نغضب لملكنا بعد ما ملك زكريا أو إله زكريا قتل ملكنا تعالوا نقتل زكريا شياطين أبالسة منحرفين انحراف غير طبيعي فهنا كان منساه على إبليس نيوسوس لبني إسرائيل أنه أمتازه بالجحود والأنانية وانحراف الطبع كانوا حقون إثم عدوان وكانوا يأكل أموال الناس بالباطل فلما زيل لهم قتل زكريا سووا كده اجتماع مصغر وسريع فجلسوا يتشاوروا بطريقة عشان يتخلصوا فيها من زكريا فأوحى الله سبحانه وتعالى لزكريا فقالوا تراهم قاعدين يخططوا لقتلك زي ما قتل ملكهم ولدك فأخرج بسرعة يا زكريا من البيت فخرج بسرعة زكريا من البيت فدخل الغابة وقاعد يجري بني الأشجار ما هو عارف فين يروح يبغى يلاقي أي مكان آمن يتخبفي من بني إسرائيل لأنه يبغوا يقتلوه وكل واحد منهم كان معافاس كبير فهنا أذن الله سبحانه وتعالى لوحدة من الشجرة الموجودة في الغابة كان الشجرة ضخمة جدا انفتحت لزكريا بكلمة كن الله عز وجل قال لها كن فانفتحت شجرة لزكريا دخل فيها زكريا انطبقت الشجرة تقفلت وجوتها صار زكريا عليه السلام كان يبليس الخبيثي بيكمل خطته فطلع جزء من ثوب زكريا من الشجرة عشان يعلم بني إسرائيل ان ترى زكريا جوت الشجرة هذه فجلسوا دوروا بني إسرائيل وين زكريا وين اختفى طلعوه هروا ما لحق انه يتخبى ما لحق انه يفقع جيبوه فجأة مجموعة منهم انتبهوا لهذه الشجرة وانتبهوا للثوب انه داخل الشجرة فتجمعوا حول هذه الشجرة واخذوا فؤوسهم يقطعوا الشجرة لما وصل من شار إليه بطن زكريا عليه السلام فأول ما وصل من شار لزكريا عليه السلام بدأ يئن من الألم لن يشبه خاصة من شار خلال عند بطنه فقل الله عز وجل يا زكريا لأن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض بمن فيها يعني لو زكريا عليه السلام صارخ صرخة وحدة مجرد صرخة كان رب العالمين خسف بالأرض كلها بمن فيها وكان من وجد الجنس البشري أصلا من الأساس لعظم زكريا عند ربنا عز وجل فهنا زكريا كتب أنينو ما صرخ رحمة بقومه اللي قتلوه وقتلوا ولده فانقطع زكريا عليه السلام لنصين طبعا هذه الرواية قولة لمقتل يحيا وزكريا الرواية الثانية لمقتل يحيا كان يحيا في دمشق وكان ملكها متزوج وحدة وطلقها بالثلاث يعني قال له طالق 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 فجأة كذا أرجع حبها مرة ثانية يبغير رجعها فراح ليحيا عليه السلام يستفتيه قال له يا يحيا أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات بائنات خلاص انتهى الموضوع وأبغى أرجعها وشالحل قالوا لا تحلوا لك حتى تنكح زوجا غيرك تبغاها تتزوج واحد غيرك بعدين إذا طلقته تروح أن تتأخذها فقال الملك هذه الفتوى بطليقته قال له والله سألت يحيا قال ما ينفع ولازم لو أبغى أرجعك لازم تتزوج إنتي غيري وبعد كده أنا أرجعك فهنا هذه الطليقة كلمت أمه فأمه حقدت على يحيا أن تبغى بنتها ترجع للملك عشان حيكون فيها في الهرجة ورث وكرسي وعرش ومن يعرف إيش فلوس وجاه ومنصب فكيف هذا كله روح بفتوى من يحيا فوسطها أمه قال لا أسمعي بنت أنت تروح للملك وتزين بكامل زينتك خليك على سنقة عشرة فراحت هذه البنت وتزينت ودخلت على الملك لما انفتن الملك فيها رفضته وبعدته قال لا والله ما تمسكني ولا تلمسني إلا بشرط قال لها من دي قبل دي تم مجاب على تول لحظة قالت له أبغراس يحيا فقال الملك هنا فجأة كذا قال لا إلا هذا الشرط عش ترطي اللي تبغي ما عدا هذا الشرط الشي صعب سلامات هذا نبي فهنا بدأت تفتن وتغريه والشيطان هنا قاعد يزين له الشر الله خليك يا بابي تكفى أنا مرة أحبك وأنا مرة أعشقك ترى والله مين هو هذا يحيا اللي يفرق بيننا أنا مرة ورب الكعبة أنا دايبة في هواك ونت دايب في هوايا يمين يسار يمين يسار لما أغرته وشيطان لعب فيه وافق الملك جاب سيفه دخل المحراب على يحيا عليه السلام شافه يصلي فجأة من وراه قطع راسه فالرأس هنا لما طاح صار يتكلم بأمر من الله عز وجل إيش كان يقول هو مقطوع لا تحل لك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك فشالوا الرأس على طبق وأخذته هذه الطليقة فرحانة عشان توري الأمها لكن موضوع زي هذا هل بيمر مرور الكرام لا طبعا الحق تبارك وتعالى قال وقوله الحق في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فمن هذا اللي يتجرأ في محاربة الله عز وجل من اللي يتجرأ يعادي نبي من أنبياء الله عز وجل ولا تهتزى السماوات الأرض من قبح اللي سواها من قبح المصيبة اللي سواها هنا أذن الله عز وجل للأرض فقال لها كوني فانخسفت بالبنت وانشقت وابتلعتها قدام عيون أمها تخيل البنت واقفة تنشق الأرض من تحتها لحالها تنبلع 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 وأمها تشوفها تبكي تلطم بنتي الحقوني الجواري الخدم الحشم ما حتقدر يقسيوا شيء والبنت هذه تغرق في الأرض قدام عيون أمها وقدام الحشم والخدم ابتلعتها الأرض قدامهم كلهم اندهشت أمها من المنظر اللي شافته فكان عقاب الله عز وجل أن يخليها تشوف العذاب أول قبل ما ينكتب عليها الهلاك صارت الأم تولول تصرخ تلطم ألحقوني يا جماعة يا مدرمية ما في فائدة فأمر الله عز وجل أرض مرة ثانية أنها تنشق وتبلعها بعد ما شافت عذاب بنتها بنفسها أما دم يحيى عليه السلام فكان يجري إلي ما وصل لبخ تنصر وهذا كان واحد من ملوك بابل يعني تخيلوا يحيى من عظيم دمه عند الله عز وجل جرى دمه إلي ما دخل بابل في العراق فسأل الملك بخ تنصر كان مستغرب قال له هذا إيش هذا واحدة من الحريم قالت له هذا دم نبي الله يحيى الذي هدره بني إسرائيل فألقى الله عز وجل على قلب الملك كالأسف والحزن على يحيى وقال إنه ما قابلوا ولا يعرفوا فقرر إنه يقتل منهم ويبيدهم إلي ما يوقف الدم من الجريان فدخل عليهم بجيوش وهم ممكن عارفين إنه هو بيهجم عليهم أساسا دخل عليهم بجيوش جرارة فالتعكة هربوا من دمشق إلي فلسطين القدس بيت المقدس فليحقهم بجيوش وقتل منهم 75 ألف شخص إليهم ما وقف الدم على الجريان طبعا هذه الرواية الثانية وكلها هذه الرواية من الإسرائيليات فهنا قال الله عز وجل عن بني إسرائيل أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فكان هذا وضع الأنبياء اللي جوا من بني إسرائيل قسم يكذبوهم ويعذبوهم أو ينفوهم وقسم كانوا يقتلوهم فذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن بني إسرائيل أفسدوا في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرا وكان من ضمن الفساد هو قتلهم لزكريا عليه السلام عشان كذا عقبهم الله عز وجل بالتشرد في الأرض ما عندهم لا بلد ولا تلد ولا أي حاجة موزعين في أنحاء العالم مهجرين حتى بريطانيا رمتهم على فلسطين لأنه خلق ما حد يطيقهم ما حد طيقهم ما حد بغاهم ألعن خلق الله على وجه الأرض أنجس خلق الله على وجه الأرض والله كتب عليهم هذه الذلة وهذه المهانة وصفهم الله عز وجل بالمغضوب عليهم لأنهم عارفين الحق وشافوا أغلب المعجزات قدام عيونهم بس إعراضهم وتكبرهم ومكابرتهم عن الحق ما كان ضلال يعني ما كان ما هم عارفين ولا والله ما وصل لنا خبر لا كان حسد وغل وغرور منهم بكذا تاني من هرجاتنا لا تنسوا الله والاشتراك فعجر ستنبيهات وأهم شيء صلى لحبيب قلبك الطيب ومن يناه اشتركوا في القناة